طبعاً يعني شوف حتى سيدنا حسن نسابة ذكرها قال وَأَبْيَضُ وَيَاضِ الْوَجْهِ فِي رَسُولِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِينَ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض الوجه كان عريض المناكب كان فتياً قوياً صلى الله عليه وسلم كان متسع العينين فيه فلج في أسنانه يعني في مسافة جميلة هذه يعني بعض الناس يتجمل بها الآن صناعة ولكنها كانت في رسول الله خلقاً سبحان الله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاز الجمال كله كما قالوا إن كان سيدنا يوسف حاز نصف الجمال فقد حاز سيدنا النبي الجمال كله صلى الله عليه وسلم يعني أيضاً لو أردنا أن أتوقف أمام وصف كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا كعب إذا استنار وجهه كأنه قطعة ليست قطعة من قمر إنه قطعة قمر نعم كأنه القمر مكتمل وبيقول كمان وكنا نعرف ذلك يعني وجه النبي كان يستنير كأنه قطعة قمر وكان الصحابة يعلمون أو يعرفون ذلك فضل بكتور محمد طبعاً سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك رابطة تربط قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله أدوات استشعار إرسال واستقبال أنا عندما أتصل بأحد بالتليفون لا بد من توافر الشبكة حتى يحدث هذا الاستشعار لو أنا في أطراف الأرض اتصلت بأحد الناس لازم يقول أحياناً إذا لم تتوفر الشبكة يقول الرقم غير متاح لأن الاستقبال غير متاح يستشعر هذه الأنوار الجمالية الجلالية التي كانت في سيدنا رسول الله أصحاب الاستشعار يبقى لا بد من وهذا كان متوفر في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي دفعهم إلى جاذبية قوية تجاه سيدنا رسول الله لا يعرفها إلا من عرفه زي سيدنا سواد مثلا سيدنا سواد لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صف الجيش وضربه بقدح استوي يا سواد فقال أوجعتني يا رسول الله ده الضربة بسيطة خالص استوي يا سواد أوجعتني يا رسول الله وأريد القود أريد القصاص منك فتعجب الصحابة ما الذي دفع سواد إلى ذلك سيدنا النبي طبعا كشف عن بطنه الشريف وقال اقتص يا سواد فأكب سيدنا سواد تقبيلا في بطن سيدنا رسول الله لما فعلت هذا يا سواد قال أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك هو يستعيد للشهاد آه نعم هذا هو الاستقبال فالاستقبال متفاوت حسب الاتصال توفر الشبكة الروحية المتواصلة أو المتصلة بسيدنا رسول الله هذه هي هذه الشبكة الربانية رأيناها في سيدنا ثوبان لما اصفر وجهه وانتقع وذبل غاب عن سيدنا رسول الله سيدنا ثوبان فسأل رسول الله عنه أين ثوبان؟ فجاءه سيدنا ثوبان أين أنت يا ثوبان؟ ما لك؟ مصفر الوجه ذاب له أصابك مرض يا ثوبان؟ قال لا يا رسول الله ولكني كلما اشتقت إليك أتيتك وأخشى أن تدخل الجنة فتكون في رتبة أعلى من رتبة أو لا أدخلها فلا أراك يا سلام شغل لم ينشغل سيدنا ثوبان بأن لا أدخل الجنة ولكن انشغل بحرمانه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قرآنا أنزل قرآنا في قلب يحب رسول الله بصدق ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا